ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير تعالوا مع بعض النهاردة نعمل وصفة سهلة جدا وجميلة مكرونة بشاميل بس مش بالبشاميل زي ما انتوا شايفين كده الشكل مكرونة بشاميل بس الطعم احلى بكتير جدا من البشاميل هنعمل بديل للبشاميل ديت معنا اول حاجة هنبتدي نشوح اللحمة فرومة مع حيطة بصلة او بصلة يعني مفرومة وبعد كده هعطلها معلقة صلصة شوية مية بقى والتوابل اللي انتوا تحبوها ملح فلفل اسود آآ كامون كوزبرة ممكن لو حد عايزها سبايسي شوية حطوا شوية كاين بابر وضايت هنا بقى شوية مكرونة سلقتهم مكرونة شوفان او ممكن كاملة الحبة لو انتم عايزين مكرونة عادية اللي هي الصمرة ديت وبعد كده في آآ صنية بقى او زي طاجن كده فخار للفرن هحطوا طبقة المكرونة وبعدين طبقة اللحمة المفرومة هنا بقى البديل بتاع البشاميل زي ما تشافين كده كرنبيت سلقته مع بيضة ملح وفلفل وهنا دي جبنا بارمجان هضرب ده كله في الخلاط مع بعض وده هيبقى الخليط اللي هيبقى بديل للبشاميل زي ما انتم شايفين كده بعد ضربته في الخلاط بقى عامل زي الكريمة او شبه البشاميل بالزبط طعمه احلى منه بكتير عطيته على الصنية سويته كده زي ما انتم شايفين وبعد كده هرش على الوش شوية جبنا موزرلة طبعا ممكن يعني على حسن منتوا متاح عندكم ممكن تعملوا خلطة من الموزرلة والشيدر دخلتها الفرن حوالي ربع ساعة او تلت ساعة لغاية ملوش حمار كده زي ما انتم شايفين ومعظم الحاجات طبعا مستوية اصلا من قبل كده هبتدي بقى قطعها وبقى عندي احلى خلطة لطبق بقى في كل حاجة لعناصر الكريبوهيدرية البروتين والخضار في البشاميل وكمان الهيلثي فات في الجبنة وفي الحاجات الموجودة في اللحمة مفرومة بقى والحاجات دي وبس كده بقيت الوصف بتاعت النهاردة جاهزة واشوفكو الفيديو اللي جاي